طيبا نروح لكرة الطائرة رجال زي ما حضركم عارفين حصل تدعيم وكان ضيوفنا الحلقة الماضية أحمد عزب واللاعب طبعا الإيطالي لويجو اللي الحقيقة كان معنا وكان يعني صاحب دم خفيف جدا وتحس نوامش إيطالي ده مصر يعني وثالث التدعيمات كابتن محمد مصالح حميد وبعد طبعا اعتزال كابتن محمد معوض أحد الأفضل لبرهات في مصر وصاحب تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي ما بقاش عندنا غير رمضان بس لبرو ودي موضوع مهم جدا طب اللبرو بيعمل يا كابتن حدك بتقول لبرو أنا بس عايز أوضح حساب المرادية مشاهدين دور اللبرو إيه في كرة الطائرة دور اللبرو إنه مدافع هو بيستقبل فقط هو اللي بيرتدي تي شيرت مختلف لونه عن بقية اللعبين يعني هتلاقي دايما اللبرو في نادي الأهلي يرتدي تي شيرت الأزرق لو النادي الأهلي لابس أحمر العكس يحصل لو النادي الأهلي لابتدى التي شيرت الأزرق لون الثاني بيروح اللبرو يرتدي لون الأحمر بيكون بلون مخالف ده ما بيدربش خالص برغم ممكن يبقى عنده إمكانيات ضرب أو طويل مثلا بس ما بيطلعش على الشبكة وما بيدربش ده شغلته إنه هو اللبرو بيستقبل إذن اللبرو مهم عشان يعلي الدفاعات عندك الاستقبال لو عندك عالي طب كابتن محمد مصنح عامل إيه جاب لويجو المحترف الإيطالي استقبال عالي جدا برغم منه لعب دريب مركز اتنين ولكن هو من ضمن أهسيات كابتن محمد مصنح ميدو وأحمد عزب قال كده إنه لازم المحترف يجي استقباله عالي ودي كانت أحد نقاط ضعفنا السنة اللي فات كنا بنهاجم كويس جدا ولكن الاستقبال كان ضعيف طب هتقول لي يا كابتن ده لويجو وعندك المحترف الكوبي اللي دم لويجي المحترف الكوبي اللي تعاقدنا معاه وصل القاهرة يوندر جاريسيا ده لعب كوبي تعاقد مع النادي الأهلي عشان يلعب في مركز ليبرو ودي سورته طيب اللعيب على فكرة منتخب كوبا جامد جدا في الفوليبول يعني اللعب ده لعب ليفل وان اللعب ده وصل النهاردة أو لسه الأمس أنا آسف إلى مطار القاهرة وكان في استقباله كابتخاذ أبو زينة المدير الإداري للفريق وطبعا ده ينضم إلى ثالث التدعمات اللي موجودة زي ما قلت لحضراتكم أحمد عزب والويجي والكوبي يوندر جاريسيا ده ثالث التدعمات وزي ما قلت لحضراتكم واضح زي ما شفتوا أنه كابتن محمد مساء الحميدو بيلعب على الحتة دي بيلعب على أنه هو يعلي الاستقبال خلي بالك في الوقت المنافس بيلعب على أي المنافس بيلعب أنه ييجي آخر الموسم وروح أجاب لك اتنين أجانب أو ثلاث أجانب ويقول لك إيه ألعب أجيب اتنين جامدين ونلعب أو نكسب زي ما حصل السنة اللي فات وبرضو يعني معلش فيه ظروف بتساعد يعني فوجينا بتحاد كرة اليد مفروض بتحاد كرة طائرة آسف مفروض السوبر المصر يكون في البداية يعني بداية الموسم دايما بنلاقي السوبر زي اليد جماعة السلام مش كيميا يعني هي موضوع كوبي بيست وما فيهش ابتكار خلاص نفس الكلام في أي لعبة السوبر بيبتدي فيه أول الموسم لما نلاقي النهاردة إن ماتش السوبر كرة اليد كرة الطائرة بيتأجل تأجل ليه؟ السبب يعني أولا لا 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 الاتحاد كرة الطائرة حط شكل الموسم إيه الاتحاد الوحيد وأنا بقول الكلام ده وباين وواضح مش محتاجة الاتحاد الوحيد اللي حتى الآن ما حطش جدول مبارياته الموسم الجديد يا جماعة إزاي حم نتكلم إحنا في شهر أكتوبر داخلنا على شهر أكتوبر فيه فرق بتلعب تاني بطولة ليها زي اليد فيه فرق بتلعب تاني بطولة ليها زي السلة الرجال راحين بطولة عربية وحتى الآن مش عارفين دوري أستير بجال وسادات لعبة إنت ليه؟ ما حد يقول لي ليه التأخير ده سبب وإيه؟ يعني إيه الهدف من التأخير؟ هل؟ أنا بسأل هل الهدف من التأخير إن أنا أخلي الدوري يخلص متأخر يقوم الأجانب اللي جمدين في أوروبا يخلص عشان أقدر أجيب اتنين أجانب يلعبوا الدوري؟ مع أحد الفرق يعني اللي بتلعب على كده إنها هتجيب أجانب آخر الموسم إنت مش هتلاقي أجنب يخوي في الوقت؟ خمسة واربعة مش هتلاقي إنما في سبعة وستة تلاقي ليه؟ لأنه بيخلص في أوروبا وده اللي حصل السنة اللي فاتت هل ده المقصود؟ أنا بسأل ما حتاجين إجاب أسوء؟ ما فيش اشتراكات مع المنتخبات ما فيش اشتراكات لأي مرحلة سنية في المنتخبات ما فيش مطورة عالم إيه السبب؟ إن كرة الطائرة حتى الآن ما تمش الإعلان عن الدور وإن السوبر تم تأجيله يا جماعة إحنا بنقول أسئلة وإحنا بنسأل مستانفات وحقيقة ما بنلاقيش إجابة والإجابات معروفة بس إنا نترك الإجابة إحنا بنزمان للإجابات إحنا نعرفها بس الإجابات محتاجة توضيح من المسؤولين أو لجنة المسابات في التحادة كرة الطائرة ليه؟ إيه السبب؟ والحقيقة أنا مش لاقي أي يعني مش لاقي أي مبرز ما بيقول أو أي سبب يتأخر اللعبة الوحيدة حتى الآن الدور بتاعها لم يتم الإعلان عنه رجال وسيدات مش بس رجال فالحقيقة يعني الموضوع بقى يعني زيادة يعني محتاجين إجابات على الحاجات دي والحقيقة ده ما بيسبش يعني ليه نوصل الجماهير أن نوصل الناس إنها تسأل أسئلة ما لهاش إجابة طب ما يكون فيه شفافية ويكون فيه وضوح إحنا بنأجل عشان كذا ما فيش عشان كذا ويبقى الموضوع واضح أنا تحاكمة ريادة الجدول بتاعه إيه اللي غلط في كده تعالوا أندي القرع هاي أنا اللايحة هاي أهي يا جماعة واللي يمشي على اللايحة نفس الكلام اللي تسأل تعالوا يا جماعة عضو أدي أوراية الكاس ودي أوراية ودي الدوري ويلا بينا والمواعيد هاي أتمنى يبقى الإجابات يعني مقنعة على جمهور النادي اللايحة اشتركوا في القناة